المتحف القومي للحضارة المصرية مركزا ثقافيا وترفيهيا متكاملا يحكي إنجازات الإنسان المصري ومراحل تطور الحضارة المصرية أقدم حضارة الأرض التي أثمرت شواهد ودلائل أثرية ومعمارية وفنية وتراثية عظيمة المكان ده جزء منه أنه بيتفرد على مستوى العالم أنه إحنا مش مجرد متحف تقليدي بالإضافة إلى الفكرة المتميزة ومن التفردة أنه بيعكس كل الحضارات إحنا عندنا هنا مراكز ترميم على أعلى مستوى في العالم معامل بعض الناس بيسأل يعني إيه معامل لا الإعثار بتحتاج معامل لأنه حل للديين إيه بتاع ملك أو ملكة جاي منين وأصله إيه ووا ووا هذه المعامل فيها معدات غير مش موجودة في العالم كله غير على سبيل المثال في متحفية اللوفر في باريس وأبو ظبي جزء الترفيه إحنا واخدين بالنبي نربط الجزء الترفيه عندنا هنا مصرحين عندنا سينما عندنا بازارات إن شاء الله تفتح تباعا في أول يوم لافتتاحه رسميا المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل أكثر من ثلاثة آلاف زائر يملأهم الشغف للتعرف على هذا المكان الذي يضم مجموعة كبيرة من القتع الأثرية والنماذج التي تربط الماضي بالحاضر اللي جابني هنا أعرف إعنا وصلنا لأدئيه كمصر كتنظيم كمعارض كمعرفة إيه اللي موجود هنا في المكان نقدر نكتشف إيه مصر عبارة عن كنز مقفول لحد دلوقتي ما خرجشه كامل والمتحف هنا كان مفاجأة جميلة قوي من سات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحاجة جميلة جدا وهي أنا شايف أنه فيها المتحف ده بيحمل رسالة للعالم كله أن مصر إن أرادت استطاعت والله أنا جيت هنا عشان مبارح شفت شيء يعني ما كنتش متخيله الجمال والروعة والنظام وكل حاجة حلوة فأصريت لنا الصبح أو المصحة أجي أشوف الجمال ده يعني على الطبيعة وأكيدة مبهورة بصراحة أنا عامل ما كنت أتخيل بجد يعني حاجة في المستوى بزيادة يعني يارب بلدنا تفضل كده على طول يعني حابة أجي المتحف أشوف كل تفصيلة كبيرة وصغيرة فيه كنت انتريست جدد اللي أنا أجي أشوف التمثيل وأشوف العظم اللي حصلت مبارح أنا أتفرجت على الموكب مبارح وفرحت قوي بأجدادي وفرحت بتاريخ حضارتنا كنت أحب قوي أجي النهاردة طبعا منتظر على الموكب ده وابق لي كتير جدا عشان أتفرج عليه وطبعا لما شفته مبارح يعني زاد ليه الشرف أن أنا أجي أشوف الحاجات العظم اللي حصلت مبارح دي على أرض الواقع التكنولوجيا الحديثة والوسائط المتعددة أحد أهم وسائل العرض في المتحف بالفعل بتميز المتحف قوم الحضارة المصرية ببنية تحتية تكنولوجية عالية جدا بيعيش الزائر في تجربة فريدة من نوعها بيخلي فيه تفاعل ما بين التكنولوجيا وما بين الحضارة عندنا هنا زي ما أحدك شايف الشاشة يمكن مش موجودة في مصر ولا في الشرق الأوسط الشاشة دي بتعرض أو بتجهز الناس في طريقهم للدخول لقاعة المميوات بتديهم بس كده فكرة بسيطة وهم بدروا يمشوا عليها كمان يتميز المتحف القومي للحضارة بموقع فريد في قلب مدينة الفستاط أول عاصمة إسلامية لمصر ويطل على مجمع الأديان من جهة وواجهة بانورامية لحي مصر القديمة من جهة أخرى قاعة المميوات الملكية من أهم ما يميز المتحف القومي للحضارة والتي صممت لتكون نموذجا يحاكي مقابر وادي الملوك وتضم 22 ممياء لملوك مصر الذين تم نقلهم إليها في موكب مهيب شاهده العالم كله ومن المقرر أن تفتح للجمهور في النصف الثاني من مارس الجاري